قرابة عام على صدور نظام تنظيم ممارسة الانشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي نظام اقر بهدف اتاحة المجال امام طلبة الجامعات لممارسة العمل الحزبي والسياسي بشكل فاعل في الجامعة الاردنية ثمت عمل متواصل لتوفير بيئة ملائمة تسمح للطلبة بممارسة العمل السياسي والحزبي عمل بدأ بسلسلة لقاءات وفعاليات توعوية للطلبة قمنا منذ صدور هذا النظام بالتأهيل وتحضير بيئة مناسبة للطلبة للاشتراك بالاحزاب وقمنا بعقد العديد من الندوات على سبيل المثال كان في ندوات تم دعوة احزاب وامناء احزاب للتكلم عن احزابهم النظام اتاح لطلبة الجامعات عقد الندوات والمناظرات السياسية والمشاركة فيها بموافقة خطية من عمادة الجامعة دون مساءلة او ضغوطات تمارس على الطلبة بسبب النشاط الحزبي المسموح بممارسته وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه جامعات مطالبة بايجاد البيئة المناسبة التي تمكن الطالب من الالتحاق بالعمل الحزبي بما يحقق فاعليته وقدرته على ان يكون منتجا من خلال هذا الانتظام الحزبي وليس دور الجامعات ان تحفز الطلبة للدخول بالعمل الحزبي وانما ان توجد لهم الجو الذي يمكنهم من القدرة على ممارسة حريتهم في الدخول والانتظام في الاحزاب السياسية المرخص بها في الاردن الحماية التي وفرها النظام للطلبة سمحت لهم بممارسة الانشطة الحزبية في الجامعة دون الخشية من اي مسائلة او ضغوطات للانحياز لصالح اي حزب او التأثير على الطلبة المنتمين للاحزاب والله هذا الموضوع له انعكاسات كبيرة على الطالب وعلى تفكير الطالب وعلى تشجيع الطالب على الحياة الحزبية هذا الاشي يخلى عنا اولا ثقة بموضوع العمل السياسي وانه فعلا عدا عن المنظور التعليمي انه الواحد يدخل السياسة بحياته لانها كتير اشي مهم يكون فاهم شو هي السياسة سواء في دولته او بره المجتمع في شكل عام كان في تخوف من فكرة الاحزاب فكرة انه الطالب اللي ينضم له حزب حتى الاهالي يعني مثلا اذا الطالب ينضم له حزب يحكوا لهم يكون اثر على حياتك الدراسية حياتك الجامعية وهي الامور لكن مع التحديث السياسي اللي صار بداية التحديث السياسي والتطور اللي وصلت له للدولة الاردنية صار في انه يسمحوا للطلاب او صار في تسهيلات على الطلاب للمشاركة في الحياة الحزبية توفير البيئة الملائمة لممارسة العمل السياسي والحزبي في الجامعات يسهم وفق متخصصين في تعزيز مبادئ الديمقراطية واعداد جيل مؤهل للانخراط في العملية السياسية والحزبية بشكل حقيقي وفاعل راعد بن طريف المملكة عمان معنا من عمان الامين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة اهلا بك معنا دكتور علي هل اليوم جامعاتنا الاردنية توفر بيئة مناسبة للطلاب لممارسة العمل الحزبي والسياسي اليوم؟ صباح خير شكرا جزيلا وفق نظام تنظيم الأنشطة الحزبية مطلوب منها في هذه المرحلة تهيئت بيئة مناسبة لممارسة هذه الأنشطة ولمشاركة الطلاب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وبعتقد أن المشاركة في الأنشطة الحزبية والمشاركة في الانتخابات الطلابية هي أحد أهم أشكال المشاركة السياسية للشباب والجامعات اليوم وفرت معظمها هذه البيئة من حيث التعليمات من حيث الأنظمة المطلوبة التشريعية التي توفر للطلبة ممارسة هذه الأنشطة وبنفس الوقت هناك أيضا في معظم الجامعات الكوادر التي تتعامل مع الطلبة في عمدات شون الطلبة تم تدريبهم من خلال جامعات أو من خلال مؤسسات مختلفة حتى يتواكبوا مع هذا النظام وأيضا القدرة على تحقيق الهدف الرئيسي من هذا النظام وهو مشاركة الطلبة في عملية اتخاذ القرار التي تخص حياتهم الجامعية وهناك هدف تربوي أكبر في هذه القضية وهو تعليم الطلبة مبادئ الديمقراطية وقيمها احترام الرأي واحترام الرأي الآخر التنافس الإيجابي المشاركة الفاعلة وطبعا التطبيق العملي لذلك سيكون في الانتخابات التي ستجرى في معظم الجامعات الأردنية وهذه الانتخابات هناك حتى يمكن قياس الإجراءات التي تم اتخاذها في الانتخابات المقبلة دكتور علي انتخابات العامة نيابية لا انتخابات الطلابية تحديدا نتحدث عن الجامعات أنت شرت إلى هذه النقطة وهناك إجراءات كثيرة قمتم بها يمكن قياس نجاح هذه الإجراءات من فشلها أو حتى تطويرها من خلال الانتخابات المقبلة التعويل على الانتخابات القادمة أكيد بلا شك الإجراءات التي تمت في الجامعات من خلال عمدات شون الطلبة وإدارات الجامعات بلا شك جميعها هدفها الرئيسي إنجاح هذه العملية لكن حتى نكون منصفين جامعاتنا الأردنية من عام 1992 في معظمها هناك انتخابات طلابية لاتحادات ومجالس الطلبة وسبق ذلك وجود جمعيات طلابية من خلالها الطلبة يمارسوا الانتخابات والمشاركة فالجامعات ليست جديدة على الانتخابات الطلابية لكن في فترة وخصوصا في الكورونا معظم الجامعات لم يكن فيها انتخابات ولم يكن فيها مجالس طلبة لأسباب مختلفة لكن اليوم في إطار منظومة التحديث مطلوب من الجامعات أن تؤسس لهذه التجربة وأن يكون لديها اتحادات ومجالس منتخبة وأندية منتخبة وهذا وارد في نظام تنظيم الأنشطة هذا أحد مخرجات لجنة التحديث السياسي لأنه هناك تركيز وتوجيه وتوجيه ملكي أيضا على أهمية مشاركة الشباب في الحياة العامة والشباب في الأغلب موجودين في الجامعات دكتور المتابعة للانتخابات التي تحدث في الجامعات هي هدف رئيسي انتخابات جيدة إقبال جيد من الطلاب وما إلى ذلك كما تحدثت وليست جديدة على جامعاتنا لكن يطرح تساؤل الطالب داخل الجامعة يقبل على الانتخابات ومجالس الطلبة وما إلى ذلك بعد عملية التخرج يصبح الطالب غير آبه لربما بشكل كبير كإذا ما قرنت في حياته الجامعية والانتخابات التي تحدث بالجامعة غير آبه بالانتخابات البرلمانية مثلا أو حتى الانتخابات البلدية وما إلى ذلك هل من أسباب واضحة لهذا الأمر على الأغلب من خلال التجربة العملية ومعظم الطلبة النشيطين على الأغلب في الجامعات يبقوا في الحياة العامة نشيطين لكن اللي بدي أحكيه أنه في الانتخابات الماضية عام 2020 معظم النسبة الأعلى بين الشباب الذين ذهبوا إلى صندوق الاقتراع كانت بين عمر 17 يعني 17 المقصود 17 يعني حسب قانون انتخاب من بلغ وحتى 25 كانت النسبة الأعلى بين الشباب من الذين ذهبوا إلى صندوق الاقتراع هذا العمل اليوم ممكن استكمالوا يعني حتى الطلبة الذين لديهم نشاط سياسي أو نشاط اجتماعي في الجامعات يمكنهم بسهولة أن يكملوا هذا النشاط وهذا الطموح وهذه الرغبة من خلال العمل الحزبي لأن الأحزاب مؤسسات أصبحت حسب منظومة التحديد هي المؤسسات المطلوب منها الوصول إلى البرلمان المطلوب منها أيضا إعداد قيادات ونخب سياسية واجتماعية واقتصادية تقود البلد في المستقبل وأعتقد هذه العملية يجب أن تتكامل من خلال مؤسسات مختلفة سواء كانت رسمية أو غير رسمية ومطلوب من الأحزاب نفسها أيضا أن تقوم بالتركيز على الشباب وجدهم لبرامجها وإعدادهم لأن الحزب السياسي أيضا هو مؤسسة تنشأ سياسية في كل العالم معظم الطلبة الذين كانوا نشطاء في جامعاتهم كانوا نشطاء في أحزابهم ووصلوا إلى مجالس النواب وإلى الحكومات وهذا في تجارب دولية مختلفة وموجود أسماء مختلفة كان لها تاريخ طلابي في جامعاتهم وقيادات طلابية في الجامعات ومع التجربة من خلال الجامعات والجتعرف الجامعة بالنهاية هي مؤسسة تربوية هدفها عداد القيادات وعداد النخب وعداد قياداتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي كافة مجالات الحياة فمعظم من خلال تجربة ومعظم من خلال ما يحدث في العالم معظم هؤلاء الطلبة كانوا قيادات في بلدانهم في أحزابهم السياسية ولهذا تسعى الوزارة للتشجيع وأيضا الجامعات لتشجيع الطلبة على المشاركة في الانتخابات بمختلف أشكالها لكن هناك بعض التخوفات عند الطلبة من أي ضغوط يعني بعض الأشخاص يخشى من ضغوط قد تمارس عليه مستقبلاً كيف تطمئن وزارة أشعون السياسية والبرلمانية الطلبة في هذا الجانب وكيف تلمسون هذا التخوف هل ما زال هذا التخوف عالي أم أن بعد الرسائل التي جميع طياف الدولة تبثها انخفض هذا التخوف من الضغوط تحديداً؟ هو لا شك انخفض انخفض بشكل كبير خصوصاً بعد منظومة التحديد وأيضاً هناك كان توجيه ملكي لرؤساء الجامعات بتهيئة بيئة مناسبة وإزالة كل ما يعيق المشاركة السياسية للطلبة وأيضاً سمو ولي العهد كان له لقاء مع عمداء الشؤون الطلبة لتسهيل عمل الطلبة السياسي ومشاركتهم في الحياة السياسية أو في الحياة العامة وتشجيحهم على ممارسة الأنشطة الحزبية أنا أعتقد هذه التخوفات من العمل الحزبي لم تعد موجودة كما كانت سابقاً بلا شك واليوم قانون الأحزاب ينص بشكل واضح على الحماية القانونية للحزبيين وحتى على طلبة مؤسسات التعليم العالي بل القانون اليوم يعاقب من يتعرض للطلبة أو للشباب أو لأي مواطن بسبب انتماؤه الحزبي إذا كان بسبب انتماؤه الحزبي تم التمييز ضده أو تعاقة عمله أو إلى آخره لا يجوز ويعاقب وأصبحت هذه المادة موجودة في المادة أربع من قانون الحزاب ويعاقب القانون عليها أعتقد أنه حتى هذه التخوفات ليست مبررة هي ممكن جزء منها كان ثقافة عند الأهالي لكن كما نرى الواقع الحزاب السياسي عددها 38 حزباً سياسياً أكثر من 38% منتسبيها هم من الشباب من عمر 35 فما دون وهذا مؤشر إيجابي على أن هناك أيضاً مشاركة للشباب في الحياة الحزبية بشكل منظم نعم وهذا يعطينا مؤشر على أنه هذه التخوفات غير موجودة وبالعاقس تنخفض بشكل سريع وكما أسلفت هناك رسائل من كل الجهات في الدولة سواء كانت من خلال الإعلام أو من خلال الندوات أو من خلال الجامعات نفسها رسائل طمأنينة للشباب الراغبين في العمل السياسي وفي العمل الحزبي أنه لا خوف بل هو السبيل الوحيد اليوم حسب قانون انتخاب وقانون الأحزاب هو المسار الوحيد للوصول إلى البرلمانات وفي المستقبل في المستقبل كما نصق قانون انتخاب سيكون هو الوصول السبيل للوصول إلى الحكومات وإلى المشاركة في الحكومات وهذا نص عليه قانون الحزاب أيضا بشكل واضح وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك كنت معنا من عمان الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالد